اهلا وسهلا بكم في الدروس السابقة اشتغلنا في البروفايل بيج بقت من البروفايل بيج الديليت بروفايل اللي راح نعملها في المستقبل في هذا الدرس والدروس القادمة نريد نعمل الpost api call ونكمل الpost api call ونرجع للبروفايل في هذا الدرس نريد نعمل فتش للpost من السيرفر يعني انا في هوم بيج عندي هنا بوست ثلاثة بوست عندي هنا وايضا في بوست بيج عندي بوست وعندي هنا بيجانيشن لازم اخذ الpost من السيرفر حسب الpage number وايضا في categories يعني اذا اضغط على هذا الكاتيجوري يفتح لي الكاتيجوريز بيج يعني انا لازم اعمل فتش للبوست في ثلاثة صفحات الهوم بيج والبوست بيج والكاتيجوريز في الكاتيجوريز نريد ناخذ البوست حسب الكاتيجوري في البوست حسب الpage number وفي هوم بيج مجرد نريد ثلاثة بوست يعني ثلاثة بوست الأخيرة نجي ونعملها في visual studio code front end src في redux اعمل new slice واسمي post slice اقدر اعمل copy من ال profile slice control a control c اسد ال profile slice في post slice control v اعمل paste اغير الاسم الى post slice والname الى post هذا امسحها ال actions امسحها هنا اغير الاسامي اضغط على alt واختار هذا هذا وهذا وهذا واغيرها الى post قبل ما انسى control p store js اعمل new state اسمي post واعطي ال post reducer هذا ال post reducer اسد ال store اول شي اكتب بعض ال initial state اللي اريدها اريد post ال value الاولية تكون الري فارغة و post count اخلي null وايضا post categories يعني post categories وال initial state مال هذا الري من اعمل فتش لل post من السيرفر يعني اخذ ال post من السيرفر اخذنها في هذا وال post count يعني عندي كم post في ال database وال post categories اخذن بها ال post حسب ال categories انزل انزل في reducers object اكتب ال actions اللي اريده في هذا الدرس set post state action state dot post يساوي action dot payload اعمل copy منها ctrl c وجوها مرتيا اعمل paste set post count state dot post count يساوي action dot payload وهذا اسمي set post يعني set post category state dot post category يساوي action dot payload كتبنا slice لهذا الدرس ولازم نعمل api call لهذا slice هنا في api call اعمل new api call وسمي post api call افتح ال profile api call اعمل copy من هذا ctrl c في post api call ctrl v اعمل paste اريد post actions من post slice فاكتب هنو post actions هذا اوث ام صحة ماريدة والريكوست والتوست احتاجها fetch post based on page number وسمي fetch post واندي page number ك parameter هنا نرسل get request الى server امسح هذا ctrl p افتح post controller في server انزل هنا هنا عندي get all post لاحظ هنا في get all post انا كاتب شرط ال client يقدر ياخذ post حسب page number وايضا حسب category واحنا نريد نعملها حاليا الفنكشن اللي نكتبها يريد ياخذ ال post حسب page number لازم نعطي page number ك query والمسار هذا المسار api post نجي في api call احنا اكتب api post اخلي علامة السؤال واكتب الكوري مالتي page number يساوي page number اللي اخذها من البرامتر وفي dispatch اكتب post actions dot set post واعطي ال data هذا ال data اللي اخذت من السيرفر جميل راح اعمل run لهذا الفنكشن في home page وايضا في post page لان في home page و post page اريد اخذ ال post حسب page number ctrl p افتح ال home page احنا احتاج بعض الاشياء import from react redux ال use dispatch conus dispatch يساوي use dispatch وايضا احتاج هنا ال use effect من ال react اكتب use effect لازم اعمل run لل dispatch في هذا الفنكشن اكتب dispatch واريد شنو الفتش post هذا وهذا يريد مني page number ك argument راح اعطي رغم واحد في post page اريد مجرد 3 post واذا نجي في server في post controller لاحظ post per page 3 يعني انا راح اخذ اول 3 post من server في home page طبعا في post page راح نعمل ها dynamic هسا اذا افتح الhome page لازم يعمل فش لل post اجي طبعا انا في home page افتح ال redox toolkit هنا خلن شوف شوف عندي post افتح لاحظ سوى fetch ل3 post بعد بدلا من دامي data هنا راح نخلي الpost اللي اخذناها من server فنجي في visual studio code هنا في home page اعمل import ل use selector conost يساوي use selector state goes to state dot post post واخذ من post post array post هنا اخذ الpost من دامي data راح امسحها واعطي هذا الpost لمن للpost list هذا وامسح هذا السلايس يعني هذا الpost بعد ليس من دامي data هذا الpost من السيرفر هذا نرجع ونشوف اعمل reload طبعا الصور ما اجاب هن ما ادري ليش ولكن جاب الpost من السيرفر طبعا الصور عندي كل post لها صورة خل نشوف image image dot url نروح للpost item ونشوف شين المشكلة ctrl p افتح الpost item post item هنا في post item لاحظ الرسمal image post dot image لازم اخلي post dot image dot url هذا الشكل شوف جاب الصور لان هنا عندنا post dot image dot url انزل طبعا لازم نعمل شوية تغييرات في الpost item حتى اسم الاثر ما عندي وايضا المستخدم من يضعط على اسم الاثر لازم يفتح البروفايل page نجي في post item هنا في هذا الлинك post dot username ما عندي عندي post dot user dot username اذا اخلي هنا علامة السؤال راح تكون افضل وايضا هنا وايضا هنا على مدمصر مشاكل واحنا واحنا البوست category خلي نزل ها نزل عندنا البوست description جميل كل شي اوكي نصعد بعد ان الشغل شوية هنا هذا التو امسح هذا شوية نزل ها افتح بيها backtick slash profile اكتب بيها post dot user dot id على مود يفتح ال profile مال هذا user زر نرجع ونشوف جميل لاحظ اذا اذا اضغط على author يعني يوسف لازم يفتح لل profile مال يوسف اضغط لاحظ فتح لل profile مال يوسف هذا profile مال يوسف انا حسن انا عملت login مع حسن فتحت profile مال يوسف وهذا صحيح طبعا لازم انا كحسن ما اشوف upload وايضا update profile btn هنا بالمستقبل راح نعملها طبعا نكمل ال post ونرجع لها جميل جدا ارجع لل home page كملنا ال home page يعني بعد ناخذ ال post من السيرفر لل home page نجي ونعملها في post طبعا في post عندنا شغل اكثر لان نريد نعمل pagination نجي اصد ال post item ctrl p افتح ال post post page في post page نريد نعمل pagination لل pagination نحتاج ال post cont في post api call لازم نكتب api call على من ناخذ ال post cont اعمل copy من هذا ctrl c وجواها fetch post cont او اسمي get post cont وهنا اكتب get post cont هذا امسح api post cont post action set post cont هذا ياخذ post cont من السيرver وعملنا set لpost cont في post slice نجي في post page هنا لازم نعمل run ل fetch post وايضا ل get post cont فنحتاج use effect طبعا عدنا use effect وايضا اريد use dispatch اقدر اعمل copy من هم page اعمل copy من هذا ctrl c واجي هنا في post واخلي هنا وايضا اريد fetch post هذا ctrl c اصد الhome واجيب ها هنا جميل جميل conus dispatch يساوي use dispatch هنا اكتب dispatch fetch post ويريد مني current page للcurrent page راح نعمل state فاعمل import use state use state لازم نعمل pagination dynamic وهنا اكتب variable conus post per page يساوي 3 واعمل state احنا اكتب current page set current page يساوي use state واعطي الcurrent page واحد هذا الcurrent page نعطي لمن fetch post ك page number ولازم ايضا نعطي هذا لمن للdependency array current page وايضا اريد post count فاكتب هنا كنص يساوي use selector state goes to state dot post واريد شنو post count ايضا لازم نعمل run ل get post count هنا فاعمل import ايضا لجت post count من ال post اي بي اي 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 ما رح اكتبها في هذا ال use افاكت رح اكتب غير اي افاكت جوا هذا اكتب او اعمل من هذا كنترول سي جوا هذا اكتب هذا الشكل شوية اصعد امسح هذا وهذا لازم نكتبها في dispatch طبعا get post count بهذا الشكل لان اريد اعمل run لهذا function get post count مرة واحدة يعني من تنفتح ال post page مرة واحدة اريد اعمل run لهذا ال function لهذا السبب كتبتها في use افاكت موحد هذا ال use افاكت كل مرة ال page يعني current page يتغير رح يرسل request ال server وياخذ ال post حسب current page يعني ما رح يشتغل هذا ال function مرة واحدة يمكن اكثر من مرة حسب page number يعني اذا ال user يضغط على page number رغم 2 رح تشتغل ولكن هذا انا اريد تشتغل مرة واحدة جميل ولازم نعمل ال pagination dynamic اكتب هنا conost pages يساوي math dot seal هذا math class في javascript post count تقسيم post per page هذا يعطيني pages ولازم نعطي هذا لل pagination component وايضا اريد post اخذ post من post state واصعد هنا هذا post امسح يعني بعد ما اخذ post من dummy data جميل ننزل لازم نعطي pages لل pagination انزل هنا عند pagination اعطي pages pages وايضا لازم اعطي current page يساوي current page وايضا ال state current page خلي انزل ها شوية هذا وهذا state current page يساوي state current page ctrl p افتح ال pagination component اخذ ال pages وال current page و state current page من prop top conos generated pages يساوي array فارغ لازم احول ال pages الى array على مد اقدر اعمل map active active 4 let i يساوي واحد i اذا كان اصغر من او يساوي pages i plus plus generated pages dot push i هذا الشكل واعطي generated pages هنا بدلا من هذا ال array generated pages اليوزر من يضغط على page هذا page لازم نعطي الرقم لهذا page لمن لل current page sit current page على مد يعمل sit ل current page وحسب page number يجيب لنا البيانات فهنا في هذا ال div اكتب on click sit current page to page هذا الشكل نرجع ونشوف افتح البوست طبعا انا في post انزل لاحظ عندي ثلاثة post اضغط على الرقم الثنين لاحظ فتح لي الصفحة الثانية وجاب لي غير post لازم اشتغل للنكز وايضا previous وايضا نعطي active class لل page على نعرف حاليا احنا في اي page فنجي هنا اول شي نعمل active class شوي انزل هذا ننزل شوية عدنا هذا class name اكتب بها شرط اذا كان current page يساوي page خلي page class وايضا اعطي active class else فقط اعطي page هذا الشكل خلي نشوف هل active class عندنا ام لا ctrl p افتح ال pagination css ننزل ال active class ما عدنا رح نعطي dot active background color var gray color وايضا اكتب هنا button undisabled cursor not allowed اصد ال pagination css نجي في المتصفح انزل لاحظ خلي active class اضغط على اثنين وداني الى صفحة الثانية وخلي ال active class للرقم الثانية يعني انا في الصفحة الثانية نجي ونشتغض على ال next و previous button هنا في ال pagination هذا اول شي هذا ال div راح اغير الى button على مد اقدر اعمل disable هذا الشكل وشوية انزل ها اكتب on click يعني ال user اذا ضغط على previous ptn set current page شنو prev goes to prev ناقص واحد وهنا اكتب disable ptn اذا كان ال current page يساوي واحد لان ال current page اذا كان واحد لازم نعمل disable previous ptn بعد ال user ما يقدر يرجع للصفر لهذا السبب نعمل disable لهذا ptn و set current page previous goes to previous ناقص واحد ال previous يعني السابق يعني ارجع الى الصفحة السابقة من ال user يضغط على هذا ptn لازم يرجع الى الصفحة السابقة الصفحة السابقة يا صفحة current page ناقص واحد يعني هذا يعني لو اكتبها current احسن برأيي current يعني مجرد اسم اي اسم تقدر تخلي هذا يعني current page ناقص واحد وايضا هنا في next راح اغير الى button شوي انزل ها جميل اعمل اعمل copy من هذا ونجي هنا في next set current page current هنا زائد واحد لان ال user يريد الى next page فهنا اخلي زائد واحد وهنا disable اذا current page يساوي pages نرجع ونشوف لاحظ previous رجع الى page واحد بعد ما اقدر اضغط على previous لان انا في page واحد يعني قبل واحد بعد ما عندنا page next واداني الى next page وسوى disable للنكس لان ما عندي page بعد الاثنين حاليا جميل كل شي اوكي كملنا هذا الpage بغ الكاتيجوري page يعني من اضغط على هذا الكاتيجوري لاحظ عندي الكاتيجوري في الurl لازم اخذ الكاتيجوري من الurl واعطي كبرامتر لل request واخذ الpost حسب الكاتيجوري نجي ونعملها جميل كمل الشغل في pagination اسدها وايضا في post page خلي افتح الكاتيجوري عام اعمل copy لبعض الاشياء من الpost page ctrl p category page هذا هنا طبعا لازم نكتب api call عام ونعمل page لل post حسب الكاتيجوري فنجي في post api call اعمل copy من هذا fetch post based on page number ctrl c واجي اخليها تحت الكنت هنا fetch post based on category category واغير الاسم الى fetch post based on category واهنا لازم نعطي category واخذ الكاتيجوري من الparams category بهذا الشكل وهنا نعمل set الpost category هذا الفنكشن راح يجيب لنا الpost حسب الكاتيجوري نحتاجها وين في الكاتيجوري page نجي في category page لازم اعمل copy لبعض الاشياء من الpost page من الpost page اخذ الuse selector والuse dispatch ctrl c واجي هنا وايضا اريد الuse params من react router down طبعا عندي هنا اوكي واعمل copy ايضا من الpost page ال dispatch وايضا use selector c c اسد الpost page واجي في category خليها احنا احنا ما اريد الpost ولا post count اريد post category في الuse effect ارسل الريكوست اكتب dispatch fetch post based on category هاده الشكل ولازم اعطي الكاتيجوري الكاتيجوري اخذها من الuse params هاده شوف وايضا اعطي الكاتيجوري لل dependency array واعطي لهذا الpost الpost category اللي اخذناها من السيرفر هذا ونجي هنا امسح هذا ال dummy data هذا بعد ما احتاجها ناخذ الpost من السيرفر نجي شوف post based on traveling صحيح جاب للpost من السيرفر حسب traveling حسب traveling category الكاتيجوري هنا traveling مرة اخرى نجي يعني حتى لو من الpost item اضغط على هذا يفتح لي categories page ويجيب للpost حسب category افتح cars لاحظ يجيب لي post حسب cars جميل جدا افتح nature ما عندي post حسب nature اذا ما يكون عندي post حسب category اريد اعطي message للمستخدم انه ما عندي post حسب هذا category نجي ونعملها طبعا في category اعمل import للlink component من الرياكتر او تردام احتاجها وانزل هنا في section راح نكتب شرط نكتب شرط احنا افتح object واكتب اذا post category dot length لان هذا اري كان يساوي صفر يعني شنو يساوي صفر يعني ما بي اي post افتح fragment else افتح fragment اخلي هذا في else control x يعني اللength مالت اذا كان مو صفر يعني عدنا الكاتيجوري فاليوزر راح يشوف الكاتيجوري واذا كان صفر يعني ما عدنا كاتيجوري راح نعطي مسيج للمستخدم اعمل copy من هذا ctrl c لل title اخلي هنا امسح هذا اغير الكلاس name الى category not fund واكتب بيها post with في tag span category category not fund يعني يعني مع هذا category not fund واخلي جوها link component من react router dom اعطي class name category not fund link واكتب go to go to post page to post يعني post page جميل جدا شوية ارتب component multi نرجع البروزر نشوف لاحظ يعطيني message يقول لي post with nature category not fund صحيح go to post page جميل جدا مرة اخرى اضغط على programming لاحظ يعطيني message يعني ما عندنا هذا الpost اذا اضغط على nature ما عندي post مع nature اضغط على traveling عندي post مع traveling صحيح مرة اخرى نجي الى programming ما عندنا لازم نعطي شوية styles لل title ول link نرجع control p افتح category css هذا هذا category not fund اول class control c نجي هنا انزل شوية وخلي هنا font size 30 margin 20 0 color var dark color وهذا ايضا p tag span اكتب category not form p tag span color var red color وبعد اضغط نعطي category not font link ctrl c font size 21 text decoration underline font weight 500 مية كملنا ال styles خلي نرجع نشوف صارت مرتبة اكثر عملنا fetch للبوست هنا نعمل fetch للبوست حسب category في categories page جميل وايضا في post page عد pagination وايضا في home page كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس القادم